لا توجد عائلة نازحة في هذه الخيام والبيوت البدائية إلا وتنتظر مفقودا غيبته الميليشيات والقوات الحكومية منذ سنوات ولا خبر عنه أحي هو أم ميت أهالي منطقة تلا بجراد في محافظة صلاح الدين فقدوا عشرات الأشخاص عقب المعارك مع تنظيم تاعش عام 2016 حيث اختطفتهم الميليشيات ومنذ ذلك الحين هم في عداد الموتة نحن والله والدي راح من كر شمال الجزيرة من 2016 ستة ثلاثة راحوا لي تقريبا ثمن نفرات والد أختي والد حماية والدي ونتابع وراهم من 2016 ستة ثلاثة وما لقناهم أي خبر راجعنا السجون راجعنا الأي يذكرون السجون يطلع نروح علي قول ما أنه أي شيء ما لقناهم أثر أي أثر لم يترك ذو المغيبين جهة إلا وسألوها عن مصير أبنائهم دون أن يصلوا إلى جواب واضح لتترك هذه العائلات رهينة للانتظار المرير والأمل الضئيل بعودة مرجوة يابا راحوا ولدي من 2016 ما ندري هم ميتين ما ندري هم طيبين صار لهم وما راجعنش قد راجعنا وما عرفنش شنهم مصيرهم وإلى هالساعة وبعد ما عرفنا يراجعون ناشد عليهم ما ندري هم مرح أغلب المفقودين هم من المؤيلين لأسرهم التي تركت دون مساعدات ولا رعاية لتجتمع عند هذه العائلات مرارة الفقد ومرارة الفقر نحن عندنا مفقودين المفقودين ما أننا أكثر من 150 واحد بس المعنين اللي راجعين إلي أنا من بيت واحد 11 وماكو أي خبر أي نتيجة أيسة أي معاملة لا للأرامل ما نسوانهم ولا الأمهاتهم ولا لأي واحد تجي منظمات تسجلوا تروح ما كسبنا أي خبر أي تسجيل ماكو ولا وهسا جاعدين ببيوتين والمعانات ما بها فائدة يعني للأخير الريد ولدنا ميتين حيين الريد روعت بهذه الأستاذة هالأرامل وان تروح هالأرامل وان تروح هاي هاي الراحبين هاي الراح رجله مصير المغيبين تكشف عنه أحيانا المقابر الجماعية التي تكتشف من فترة إلى أخرى في بلد يحوي أكبر عدد للمفقودين بالعالم كما تقول اللجنة الدولية للصليب الأحمر ترجمة نانسي قنقر